يفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله اليوم الأربعاء أعمال السنة الأولى من الدورة الثابنة لمجلس الشورى وسيستمع المجلس إلى الخطاب الملكي السنوي الذي سيلقيه رعاه الله عبر الاتصال المرئي ليعد بذلك منهاج عمل وخارطة طريق للمجلس وأعضائه من خلال عرض سياسة المملكة الداخلية والخارجية ومواقفها تجاه أهم القضايا الإقليمية والدولية كما سيتشرف رئيس مجلس الشورى وأعضاء المجلس الذين صدر الأمر الملكي الكريم بتعينهم في المجلس في دورته الثابنة بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين